هننظفها مع بعض بس دايماً دوروا على الرنجة المدخنة على البارد واللي ملحها معتدل ما تبقاش مملحة زيادة عن نزوم بيزاودوا الملح عشان تقعد فترة أطول بس بالتالي بتبقى يعني ملحة بالزيادة ما مستطعمش بالطعم الرنجة والتدخين على البارد أحسن بكتير من البخار اللي بيبقى سخن الدخان يعني هناخد سكينة ونهاردة جبتلكم سكينتي أنا بعشق طبعاً المطبخ ومش بس الشفات بيبقى عندهم سككين حادة وسكين قوية زي دي دي مهمة لكل حدها بيحب الطبخ وبيستمتع فيه هيحس بفرق كبير جداً وهو بيستخدم سكينة صح هناخد الرنجة ونفتحها من هنا عشان ننظفها افتحها للآخر افتحها كده شايفين البطارخ هزودهم على الطبق اللي طلعناهم من الصبح شايفين مليانة ما شاء الله البطارخة منشيله اهو وده ممكن ندخله بالسوس التحينة مع السلطة يعني ما نضيعوش خالص اهو مدخنة كمان زي السمك نفسها منشيل اللي جوه ده كله بننظفها كويس وبكده جاهزة انها تتقدم اه شايفين فضل الحتة دي وباقت جاهزة انها تتقدم وفي ناس تحب هي تقطعها وتفصصها الى اخره هنحط دي هنا مع المخلي ده المخلي اسهل بدل ما نخليه لو احنا منحبش الكامل نشتريه مخليه محطوط بالزيت وجاهز طيب تعالوا دلوقتي نعمل مع بعض السلمن كيكة السلمن نخلي البطاريخ دي اللي تلعناها هنا ونشيل الجلافز وهنا